بعد استقالة النائب إبراهيم كانعان من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر صدر عن اللجنة المركزية للأعلام وتواصل في التيار البيان الآتي لم يكن خافيا على أحد أن ما عمد إليه النائب إبراهيم كانعان في حركته الإعلامية الاستعراضية هو قنبلة دوخانية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أوجبت إخراجه من المجلس السياسي أولا ومن ثم من الهيئة السياسية وبعدها إحالته إلى مجلس الحكماء وأبردا لبعض الحقائق يكشف التيار جزءا من هذه المخالفات على أن يكشف بعضها الآخر لاحقا وتباعا أولا اختار النائب كانعان منذ زمن بعيد أن يسلك طريق الانشقاق ورعاية وتكوين مجموعة من النواب داخل التيار تتبع سياسة وأداء خاصين بها من خارج سياسة التيار ونظامه وذلك في محاولة لإحداث شرخ عمدي داخل التيار بدلا من التزام النظام الداخلي مع احترام الديمقراطية والحرية والتنوع داخل التيار في الرأي والأفكار لما هو صالح التيار وقد جرى تنبيهه إلى ذلك مرارا لكنه لم يرتدع بتصرف فوقي تمنع كانعان لمدة أكثر من سنتين عن حضور اجتماعات المجلس السياسي ولمدة سنة وشهر عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية مسارعا إلى أعلان تضامنه مع النائب ليس بوصعب بعد فصله من التيار بسبب إصراره وأعلانه عدم التزام سياسة التيار ونظامه بما يخالف أبسط قواعد النظام الداخلي والسلوك الحزبي أصر على التفرد بسياسات خاصة به في المجلس النيابي والإعلام والعلاقات والاتصالات السياسية مع السفرات والأحزاب والمرجعيات والشخصيات وفي دائرته الانتخابية من دون التنسيق مع التيار أو حتى علمه وعمد أحيانا إلى كسر قرارات التيار بما يتجاوز الحق المشروع في تنوع الأراء ومن بين هذه المخالفات التعاطي مع بعض القوانين الإصلاحية من الكابيت الكنترول ووصولا إلى قانون الموازنة الأخير خلافا لقرار المجلس السياسي والهيئة السياسية بعد ترشيح رئيس التيار وأي حزبي لرئاسة الجمهورية قدم نفسه وقاد حملة في الأعلام ومع دعم ثلاثة نواب من التيار في مجموعته على أنه مرشح لرئاسة الجمهورية وقد وجهت إليه أكثر من مرة دعوات للتراجع عن هذا السلوك غير المألوف كونه يعرض التيار للانتقاد والسخرية بالتناقض فلم يمتثل أصر كنعان على خرقي قرارات التيار المتعلقة بالأعلام لجهة عدم امتثاله للألية الأعلامية المعتمدة في التيار وفي أوقات محددة لإظهار التمايز عن رئيس التيار وبقية رفاقه وآخر مخالفات كنعان مسرحية المؤتمر الصحفي الاستعراضية ومحاولة إهم قواعد التيار بالسعي إلى مبادرة مزعومة في الوقت الذي كان يحرض فيه على تأليف مجموعة من النواب التي تتحرك في شكل مستقل عن التيار وتقوم بخطوات مخالفة لسياسته وعلى الرغم من كل ذلك حاول رئيس التيار لفترة طويلة استيعاب هذه الممارسات ومعالجتها وعقد لهذا الغرض جلسات مطولة ومتكررة معه بعضها بحضور نائب رئيس التيار تبين فيها محاولات من النائب كنعان ومجموعته لإدخال مفاهيم حزبية وتيارية جديدة وأقل بالنظام الداخلي واعتماد فوضى في الانتظام الداخلي والسياسي وختم البيان أن التيار الوطني الحر إذ يوضح هذه الحقائق يترك الكلام الأخير عن كل المخالفات وسياقها السياسي لرئيس التيار النائب جوبران باسيل في إطلالة إعلامية قريبة على محطة الأوتيفي ويؤكد أهمية التضامن والتكاتف الداخلي والالتزام بالنظام وأن هذا المخاض الذي يشهده التيار لن يكون إلا محطة جديدة في ترسيخ ديممته واستمراريته ترجمة نانسي قنقر